الموجز الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل سجلت سعار النفط أول خسارة أسبوعية لها منذ شهر جوان وسط مخاوف من تفاقم مخاطر أزمة الاقتصاد الكلي وانخفضت عقود مزيج برينت القياسي العالمي عند تسوية شهر أكتوبر القادم بنحو 18 مئوية مستقرة عند نحو 85 دولار للبرميل في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوصيد تسليم شهر سبتمبر المقبل بأكثر من 1% لتصل إلى 81 دولار للبرميل لكنها سجلت انخفاضا بأكثر من 2% في تدولات الأسبوع سجلت سعار الغاز في أوروبا بنهاية تدولات الجمعة وسط ترقب الأسواق احتمالات إضراب عمال محطات الإسارة في أستراليا وانخفضت عقود الغاز الهولندية المرجعية لسوق الغاز في أوروبا بأكثر من 1% لتصل إلى 39 دولار لكل ميجاوات ساعي لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 30% عند مستوها في بداية الشهر الجاري من جهاتها انخفضت العقود الآجلة للغاز الأمريكي لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين وسط توقعات بتباطئ الطلب الموسمي على الغاز وانخفضت عقود الغاز الطبيعي تسليم سبتمبر بأكثر من 3% لتتجاوز دولارين ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مسجلة أدنى مستوياتها منذ الثاني من أو تلجاري في شأن المتصلة علنت المفوضية الأوروبية امتلاء منشآت تخزين الغاز في الدول الأعضاء بنسبة 90% قبل شهرين ونصف شهر من المهلة المحددة وأظهرت بيانات جمعية جي اي اي التي تضم مشغلي البناء التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي تجاوز مجموع احتياطات التكتل من الوقود الأزرق مستوى 93 مليار متر مكعب ما يغطي ثلث الطلب على الغاز في فصل الشتاء المقبل تواجه 25 دولة عبر العالم أزمات شح المياه بسبب الإجهاد العالي لموردها المائية المتاحة وحذر معهد الموارد العالمية في أحدث تقرير له من أن قرابة نصف سكان الأرض أي ما يقارب أربعة ملايير نسمة يتعايشون مع مستوى عال من الإجهاد المائي للشهر واحد على الأقل في العام وتعاني 15 دولة عربية من إجهاد مائي مرتفع للغاية سنويا في حين تشكل البحرين وقبرس وقطر والكويت ولبنان أكثر الدول تضررا من الظاهرة وصل بنك الشعب الصيني تدخلاته لتثبيت متوسط سهر الوان في تداولات السوق المحلية لليوم الثاني على التوالي وحدد المركزي الصيني متوسط سعر تداول الوان في السوق المحلية الجمعة عند مستوى 7 يوان لكل دولار مع سماح بتحرك السعر بنسبة 2% سعودا أو هبوطا وتأتي خطوات المركزي الصيني بعد يومين من هبوط العملة المحلية أمام الدولار لأدنى مستوياتها في 16 عاما ختام الموجز الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر